اشتركوا في القناة كل من المهندس علي أحمد لدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام بالمؤسسة على عملية التصويت في المقر الموجود داخل البعثة وذلك على هامش مشاركة وفد المؤسسة في الدورة الحادية والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جنيف وبهذه المناسبة أوضح لدرازي بأن المؤسسة لديها فريق فني للقيام بمهمة الرقابة ورصد عملية الانتخابات وسيتم وضع جميع الملاحظات والتوصيات في تقرير خاص سيصدر لاحقا وسيكون متاحا للجميع مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العملية الانتخابية لدى البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف جرت وسط إجراءات شفافة وفي إطار الالتزام بالتشريعات ذات الصلة بالانتخابات خبت